ليه دايماً العيب اللي أنا رفضته للوقت بلاقيه؟ هل ده قانون جذب للطاقة؟ أو هل ده قانون الحياة؟ يعني ليه دايماً الست اللي بترفض الرجل الخين متعدد العلاقات تلاقي بتقع في كل مرة في الرجل الخين اللي هي رفضة وحاولت بقى تبقى حويطة وعملت كل الترتيبات والاختبارات وفي الآخر بتقع في الرجل الخين بقى آه عارفة اللي هو تقع تعمل له كل الاختبارات ليه؟ ليه؟ ويعدي منها أيوة ويعدي في جدارة بصي زي ما انت بتقولي فلما تعرفيش الموضوع ده سره إيه؟ نفكر في نوع عربية معينة وانتي ماشية في الطريق هتفضل تشوفيها يعني هتفضل تشوفي شكل العربية دي أو الموديل ده أو اللون ده زي ما انت بتفكري فدايماً موضوع الجذب ده بس هو في الحالة دي بتبقى عايزي قولك بتبقى صعبة جداً تبقى معايا طبعاً أنا معاياك حاولتوا تلقي لها حلول أكيد أنا عارفة فيش حد عارف يجب له حالة دي لكن أنا بتكلم ان الست اللي بترفض راجل خايل فعلاً بتقع في راجل خايل فالست اللي بترفض أو الراجل اللي بيترفض في علاقة كل علاقة بيدخل فيها خايف من الرفض فبيترفض اه بتحصل كده طب معايا كده وقفنا على المشكلة بتحصل كده طب أنا دلوقتي معايا راجل مجروح اترفض حل وعزة نفسه بقى ومتدايق وأنا ازاي اترفض وممكن يبقى راجل وسيم شغل أنا حلوة وجسمه حلو كل حاجة بس ترفض جات ستة قالت له انت ما تلزمنيش انت راجل خايل وما تلزمنيش حتى لو هو خايل بيزعل لما بيترفض احساس الرفض ده بقى انا اتعامل معاه ازاي بصي هقولك على حاجة هو برضو احنا خلينا ان احنا ايه التهيئة النفسية حلوة فطول ما انا حاسس راجل أو ست ان انا حاسس ان انا عندي عيب معين وداخل بي وخايف منه ايحصل لي احنا اتفقنا عليها دي اتفقنا عليها خلاص انا مش عايزة راجل بخيل في حياتي كل اللي عرفتهم بو خلا اه اتلاقيه انا مش عايز راجل يكون بتاع مصلحة ويتمصلح على كلهم كده بص اتلاقيهم يعني فبالتالي احنا ايه نهاية نفساني قابليها وما نركز على النقطة دي ده من البداية طب دخلت بقى العلاقة وحصل ان انا يعني لقدر الله رفض من الطرف التاني وبسبب نفس المشكلة انا عارفها ايوه انا عايزة اه 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 ارجع حطوه نعالج الست والراجل اللي هم عدوا برفض وكل ما يدخل علاقه انا مثلا ممكن اقابل زميلي مثلا في الشغل اه ايه ده مبروك انا عرفت انت ارتبطت وانعرف حياته كلها كوارث اه اه يقول لي يعني هي اه زي اللي قابلها اكيد هتخلص كده ما عندوش الشغف ان العلاقة دي تنجح اه 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 مش هتعرف تنجح ده اللي انا عايزة اعليجهم بقى النهاردة اه مش هتعرف تنجح اه يعني دايما لو انت داخل علاقة وانت حاس انها مش هتكمل طب انت مش هتنجح ده دفء اي حاجة في الحياة بقى ما احسس غصبا عني يا دكتور سامح لا برضو غصبا عن عيني الواحد خد على دماغه كتير فهو عارف التراك اللي رايح عليه انا امشي عكس التراك ازاي عشان خطري ناس كتير عايزة تسمع الحتة دي خلي الحياة بس حطي اولا هدف في حياتك حطي دايما في دماغك ان الحياة اجارب حطي دايما ان انت زي ما انت عندك عيب واثنين وثلاثة اللي اتطرفت بسببهم اولا بقى اروح عليجهم ارجع خطوا ورا يعني ما خدشش كده بسدر جامد كده راجل او سد كده وانا فرحان بان انا عندي العيب ده طب ما انا عالكم اماني بقى بعتلنا على الصفحة بصراحة انا بنبسط جدا بالناس اللي بيحسوا نحن متكلم من قلبنا هم عارفين ان احنا بنقول الخلاص اه بنقول الحقيقة اماني بعتلك على الصفحة بتقول ايه بقى بتقولك انا جربت قبل كده ابقى زوجة تانية تمام وتبهدلت وتعذبت بالرغم انه كان بيحبني جدا وانا كنت بحبه جدا بس تدخل الاهل ومشاكل كتير جدا واسبنا بعض من بعد ما ثابت جزء وهي قالت انا عمري ما هتجوز ابدا راجل متجوز بتقولي اقسم بالله يا ايمان كل اللي جولي وكل اللي شفتهم وعرفتهم ومحبتهم متجوزين بس اهو ده بقى هو اهو ده بقى اللي احنا نحن نحكي عليه طب الستة تعمل ايه ولو مش هيجيلك حد بقى عشان انت مركزة طبعا لا طبعا يعني بس قانون الجزء موجود قانون غريب جدا يعني فبالتالي يجي لها لكن لا هي خالص ما تربطش الموضوع ما ده اللي قلناه في اول الحلقة ما تربطيش دايما يعني نقولي اماني بقى الحتة دي قولينا كلنا ما تربطش دايما بحاجة معينة يعني مش لازم عشان كان راجل متجوز فبالتالي كل الرجالة متجوزينها بيوحشين مش لازمها غير خالص ما هي بقى يعني مش لازم عشان مش عارف من اسكندرية مثلا اه من اسكندرية اول ما بتقعد مع حد بتأول سؤال ايه كم بتسألوله انت متجوز ولا ايه فاول ما بلاهم متجوز بتقفل خالص لا ايه تحس ان هي تعيش نفس المعاناة فيه كام مليون راجل كان متجوز مش لازم عشان كان طويل مثلا فلازم ادور على واحد عكسه كان من اسكندرية فاجيب واحد من الكاهرة خالص هي دي مش سوابت طبعا في الحياة ودي مش اللي هنبني عليها الاساسة